تنمية حقيقية على أرض الواقع هذه الفعالية تتابع في هذا الجانب الهام جدا وفي تنمية المواهب أيضا لدى الشباب نتابع تحية صباحية لكم مشاهدينا من بيروت بحي العالم اليوم الدولي لمهارات الشباب هالموضوع بياخد حيز أساسي بلبنان على مدار العام وبركز المكتب الطلابي لحركة فتح على تنمية مهارات الشباب واكتشاف مواهب ونتطويره تابعنا أيضا بهالإطار مهرجان المواهب الفلسطينية خلينا نحكي أكتر عن هالموضوع فمنتشرف باستضافة عضو قيادة المكتب الطلابي لحركة فتح بلبنان صالح سعيد صباح الخير إلاك وأهلا وسهلا سعيد صباحك وصباح كل أهلنا في لبنان وفلسطين بداية صالح أدي أهمية تعزيز مواهب الطلاب وتأديره طبعا بداية الشباب هم الأمل وهم العنفوان وفيهم تتجسد معاني التطحية والبذل والفداء وهم إضافة إلى ذلك نصف الحاضر وكل المستقبل فالشباب بالأصل هم عنوان بقاء أي أمة وانتصار أي أمة أو قضية فبالتالي من هنا تبرز أهمية تعزيز مواهب الشباب كون الشباب بالأصل هم طاقات هذه الطاقة إن وجدت وإن استثمرت بشكل صحيح انعكست إيجابا على أي عمل وطبعا هذا ما نشاهده في المكتب الطلاب من خلال ما نقوم به من مبادرات مستمرة يقوم بهذه المبادرات من الألف إلى الياء شباب يشرفون عليها من حيث التخطيط والتنفيذ ودائما يضيفون بصمة خاصة بهم تكون دائما هذه البصمة في محل إبداع وتميز نعم أدي تعزيز قدراتهم والاهتمام فيهم بيعطيهم حافظ وأمل بداية كما سبق وذكرت أن الشباب هم الأمل فبالتالي من هنا يبرز أهمية تعزيز دور الشباب طبعا الشباب كل ما يحتاجه هو الرعاية والاحتضان وكذلك التوجيه إن تواجدت هذه العوامل الثلاث تعزز الشاب ثقته بنفسه واستطاع أن يطلق العنان لذاته فبالتالي من هنا تبرز هذه الأهمية خبرنا أكثر صالح عن مهرجان المواهب الفلسطينية اللي اختتمتوا بالسفارة أولا نحن في حركة فتح ومكتبها الطلابي نؤمن أشد الإيمان بما كان يردده دائما فينا الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات بأن الثورة ليست بندقية ثائر فحسب بل هي قلم كاتب وريشة فنان ومبضع جراح انطلاقا من هذا القول والإيمان نؤمن أيضا أن النضال الوطني لا ينحصر فقط في الكفاح المسلح فقط بل يتعداه إلى أضلع أخرى كالثقافة والفن والإبداع كل هذه هي رافض من روافض النضال الوطني الفلسطيني وتشكيل الهوية الفلسطينية وبناء الوعي الفلسطيني لذلك لنثبت ولنؤكد أيضا أن مخيماتنا الفلسطينية وتجمعاتنا في لبنان هي حاضنة للمواهب وكذلك الكفاءات والمهارات والمعارف أطلقنا في المكتب الطلاب الحركي إقليم لبنان مسابقة أجمل لقب موهبة فلسطينية وهي للمرة الثانية على التوالي طبعا هذه المسابقة شارك فيها 230 نجما ونجما من مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ومن مختلف المواهب كذلك سواء الرسم الإلقاء الغناء الوطني وما إلى ذلك من أمور أخرى كالنحت وما شابه ذلك طبعا هذه المسابقة نفس فيها 230 مشاركا على مدار ما يقارب الأسبوع كانت هناك آراء وفائزين باختيار لجنة التحكيم وفائزين بتصويت الجمهور طبعا اختتمنا هذا النشاط الكبير الذي لاقى تفاعل وانتشار واسع وسط مخيماتنا في لبنان باحتفال أو بالأحرى بمهرجان وطني جامع في البيت الفلسطيني الجامع كذلك سفارة دولة فلسطين في لبنان برعاية وحضور سعادة السفيرة الأخ أشرف دبور الذي أختنم هذه الفرصة وهذه الإطلالة لأوجهها له التحية لأنه الداعم الأول لكل الشباب والطاقات الشبابية فهو الشخص الذي آمن فعليا قولا وفعلا بالشباب نعم أدي أهمية تسليط الضوء على مواهب شبابنا بالمخيم كما سبق وأردفت نحن في حركة فتح نؤمن أن الشباب هم الأمل ونراهم أنهم قادة المستقبل وكما قالت يوما جولدا مئير أن الكبار يموتون والصغار ينسون فنحن في حركة فتح اتخذنا عهدا أن الأجيال الفلسطينية هي العنوان بالبقاء وهي العنوان بإبقاء قضية ناحية وهم شعلة الثورة والبناء لذلك من هنا تبرز أهمية دعم هذه المواهب لنثبت للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني شعب حي بثقافته وفنونه بمضمونه وطبعا نرى بأن هذه المواهب هي رسالة نوجه بها للعالم أجمع أن القضية الفلسطينية هي قضية شعب حي موجود وسيبقى كذلك حتى العودة إلى فلسطين كل فلسطين إن شاء الله يا رب سالح ما زالنا عم نحكي عن دعم الشباب والطلاب قمت بمبادرة جديدة وهو أنه أنت رفقت طلابنا بامتحاناتهم حبرت عننا أكثر وأدي كانت مهمة الخطوة للشباب طبعا شعورا منا بالمسئولية الوطنية تجاه طلابنا الأحبة كان لزاما علينا أن نتواجد معهم في هذا الاستحقاق المهم طبعا هنا أحب أن أوضح أن هذا التواجد وهذه المواكبة لم تكن بساعتها حيث أننا في المكتب الطلابي أطلقنا سابقا دورات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الرسمية وتحديدا لطلاب البكالوريا الثانية كي نساعدهم في ظل هذه الظروف والاقتصادية الصعبة فيما يتعلق بهذه المبادرة أطلقنا في المكتب الطلابي مبادرة تهدف إلى مواكبة طلاب البكالوريا الثانية في يوم الامتحانات الأول من خلال تقديم القرطسية والضيافة لهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي كذلك والتربوي الشيء الذي أحب أن أوضحه أن طلابنا كانوا منذ الصباح الباكر متجمعين أمام مراكز الاقتراع وأمام الثانويات وأمام كذلك تجمع الطلاب قدموا لهم الدعم والمشورة بالإضافة إلى توزيع بروشور يحتوي على عدد من النصائح التربوية الموصى بها لنكون إلى جانب هؤلاء الطلاب ولنؤكد لهم أننا معهم وإن شاء الله كذلك رسلنا رسالة لهم رغم ظروف الصعبة الاقتصادية والاجتماعية أكدنا لهم أننا سنكون إلى جانبهم في المرحلة القادمة ألا وهي المرحلة الجامعية من خلال تسخير كافة إمكانياتنا في حركة فتح ومكتبها الطلابي ليتمكنوا من إكمال مسيرتهم العلمية وليكونوا دائما في صفوف الناجحين والمتفوقين والمتألقين إن شاء الله يا رب يعطيكم ألف عافية سالح أدي أهمية المبادرات أيضا لأعضاء المكتب الطلابي أدي بتعزز مهاراتهم طبعا اليوم من دواعي فخرنا وسرورنا في المكتب الطلابي أنه يتواجد مجموعة من الكوادر العاملين وهون اسمحي لأن أتوجه بالتحية لهم جميعا لأنهم أثبتوا فعليا بأنهم على حجم وقدر المسؤولية التي حملوا إياها طبعا أهمية هذا الدور كما سبق أردفت نحن في حركة فتح نؤمن أن صراعنا مع الاحتلال هو صراع طويل الأمد فبالتالي أن نصر فيه للأجيال الفلسطينية المتعاقبة فبالتالي هؤلاء الشباب اليوم الذين يحملون الفكر الوطني السليم والفكر الحركي الذي استقيناه من حركتنا الرائدة فتح يؤكدون من خلال مبادراتهم وتواجدهم الدائم مع شعبهم أن النصر قاب قوسيني أو أدنى بإذن الله كذلك هون بحب أوضح فقط بدي أرجع لنقطة حول المبادرة التي أطلقناها ألا وهي مواكبة الطلاب في اليوم الأول نفتخر نحن في المكتب الطلابي حينما وجدنا رسالة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفيق في الحزب التقدمي الاشتراكي يقول فيها أنه حين واكب ابنه في اليوم الأول للامتحانات شاهد شباب حركة فتح بلباسهم الرسمي وبالزي الذي كتب عليه المكتب الطلاب الحركي يوزعون المياه والضيافة وإعطاء المعنويات والدعم الإيجابي لطلابنا فمن هنا نقول أنه كافة إمكانيات حركة فتح ليست حصرا على الشعب الفلسطيني بل هي أيضا مسخرة لشعبنا الشقيق في لبنان لنؤكد أن قضيتنا هي قضية جامعة قضية كل حر وشريف مسؤول عنها ونحن كذلك إمكانياتنا لكل الأحرار والشرفاء في العالم مسخرة حتى إن شاء الله نحقق النصر والتحرير بإذن الله إن شاء الله بالتقدم دائما وأكيد نحن بإسمنا نعجح تحية لكل عضو بالمكتب الطلابي سالح رسالتك بختم لقاءنا للطلاب رسالتنا لطلابنا الأحبة ولأبناء شعبنا الصامد في لبنان أننا في حركة فتح ومكتبها الطلابي سنبقى دوما إلى جانبكم وسنكون بإذن الله العين الساهرة لتكون خير من يحمل راية الثورة والعودة والبناء ومن هنا نعاهدكم أن كافة إمكانيات المكتب الطلابي مسخرة لخدمتكم ونحن ننتظر طلابنا الأحبة في البكالوريا الثانية حتى نحتفل وإياهم ضمن حفلات التكريم ومن بعدها بإذن الله حتى نواكبهم في عملية تسجيلهم الجامعي وإنها ثورة حتى النصر شكرا لك كثير سالح وأحلى وسهلا فيك شكرا لك كل التحية وأنا سعيد جدا بالتواجد عبر شاشة تلفزيون فلسطين نحن أكثر شكرا مشاهدينا فقر الطمب بيروت بتكون خلصة تعودة إلى فلسطين